شارك سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزري وذلك بمشاركة أصحاب السمو المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة والأمين العام لجامعة الدول العربية وقد ألقى سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع كلمة قال فيها إن العالم تابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة في مدينة القدس الشريف نتيجة عزم المستوطنين الإسرائيليين إجلاء المقدسيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح وقيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المصلين في حرم المسجد الأقصى في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويتنافى مع قيم التسامح والتعايش والسلام وقال نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية مبينا أن مملكة البحرين أعربت عن استنكارها الشديد لاعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى وسعي المستوطنين إلى مصادرة أملاك المقدسيين في حي الشيخ جراح وطالبت بوقف هذه الاعتداءات ضد أبناء القدس وعبر سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني عن تضامن مملكة البحرين مع الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت بأن السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من كافة الانتهاكات الإسرائيلية كما وتدعو إلى وقف التصعيد والعنف وتسخير الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر